أمير خلينا نبدأ معك بحياتك في كرة القدم حياة لم تكن طويلة ولكن أعتقد أنت استفدت منها كتير جدا طبعا جدا أنا حياتي بدأت في الأول كنت نادي هيلوبلس وأنا صغير خلص زي أي طفل بلعب نادي بتاعه يعني بعد كده رحت نادي الأهلي وأنا عندي 8 سنين وأنا عندي 10 سنين نادي الأهلي كان كلمة سنة 96 لعبت كل براحة النشئين كلها بعد كده رحت ومتخب نشئين من كان الجيل بتاعك لو تفتكر جيلي من الناس الممكن المعروفين كان عمر الحلواني حسام عشور أحمد شديد أناوي ده اللي كان جيل نحن اللي هم الناس اللي هم لسا مكملين لسا مكملين كان بقى لجولنا كان متعب كان حسام جيلي طبعا وقى الرياض مين تاني أمير عبد الحميد بس طبعا على كل يعني أمير كان سابعين أو ثمانين تالبا حسام واحد ثمانين أو ثمانين شيتوس نفس الكلام متعب تالبا ثمانين فكان خلاص يعني كلهم بنسبة لنا كانوا اللي هم اللي هم اللي هم جو من القصاعة اه بنسبة لنا اي بعد كده مشيت من الأهلي 2006 اوكي روحت اسمانة السويس بعدما مشيت من الأهلي كنت جو منتخب أولمبي قتاها جو منتخب مصر وأولمبي مع بينجادة بعد كده منتخب مصر الأول مع كده حسن شحدي مين الحراس اللي كانوا موجودين في النقال ستة كان عصام وأمير كنت تمانية في الأهلي كان الحضري نادر السيد أمير خلاص علي لا في الأول فاكر كنت حتى متصعد معاك وقتها كان قبل ما كابت نادر يجي كن في الأول كان الحضري وأمير وأنا كنت تالت شكل كبير بعد كده طبعا نادر السيد جيب موضوع طبعا اتقفل اتقفل خالص بس خرجت روحت منتخب أولمبي لعبت كان شكل كبير معقول قوي كان فيه كلام أرجع تاني للأهلي يعني أروح أماكن تانية غير اسمانة السويس بس في الآخر مضاوم أمشيش وأنا هناك روحت منتخب أول في بطولة عربية مع المنتخب الأول كنت معاهم وكمان حتى كان فيه مطش اليابان وقتها وكان فيه كذا مطش روحت مع المنتخب كذا ما أذكر كان قبل كاس أمم 2008 بعد كده حصل شوية لغباطها في الندي عندنا من غير دخول في تفاصيل يعني فالموضوع ما مشيش ما روحتش البطولة نفسها جاء رحمة كريم محمد الصبحي بعد كده الكورف مش قولك بدأ ينزل بس يعني روحت اتصالات بعد كده عدت شوية لعيد تكون شكل ما كويس دجلة فكان بالنسبالي أنا كنت مفروض تطلعتي في الأول أنا كنت في الميغي نطلع أبقى جون كويس لي دور لي جون دا وليعرف لأي تموح أي لعيب صغير الموضوع في الآخر قلب أن أنا بقيت جون في الدورة المصري لعيب درجة ثانية سنة بلع في الدورة المصري شوية فلأ مش دالك تعيزه خالص فقررت كده قرار كان مجنون شوية وأنا عندي 27 سنة صغير أن أنا قلت لا أنا بدل من النهاردة في السن ده أقول لأ بالضبط 28 سنة برضو اللجوة ما تلعب لها بعيد قلت لا أنا حتى الكلام كان من قبلها بشوية أتفكر لا أنا مش دالنا عايزه قبلها بسنتين بعد برسعيد لو فاكر الكورو قفت شوية بعد كده رجعت رجعت بعدها سنتين بعد كده بطلت خالص في السنتين دول لا مش مظبط يعني حتى في التمرين حتى في المطشاط لا ما دنيا دمات إيدي يعني مش بعدين ناشئ النادي الأهلي أو المتربي في النادي الأهلي من هو صغير أعتقد أنه بيحس باختلاف كبير جدا جدا آه يعني أنت النهاردة في الأهلي في النشئين أنت ليك وضع معين أنت بمطشاط ليك لازم تكسب قصة فيها كلها ضغط بشكل معين الفئدلية تانية قصة مختلفة عن كده بس برضو بالنسبة لأنا كان الحتة أن أنا لا أنا خلاص أنا النهاردة أنا حبط الكورة كمان سبعة تمام سنين وفي الآخر حدق كرير من الصفر في السن ده طب ليه؟ لا أنا من دلوقتي من دلوقتي كده كده كورة ماليا ممكن تكون أحسن في الفترة لو قلنا كنت بلع فيها وقتها أحسن من أنا بطل ولسه حدرس وأشتغل وحدق من الصفر بس قلت لأ حدها من دلوقتي أحسن والحمد لله ولأ ولما بطلتها وقتها كنت لسه مخلف إني تاني يعني كنت لسه مخلفين وخلاص أنا قلت أن أخذ الرزق وربنا يكرم وربنا يكرم ما كنتش تغلب حاجة خالفة خالص ولا في دماغك هنا ولا هنا ولا أداري ولا ما أدريش لا لا كان إداري إداري واضح كان عايز أنا روح الطريق إداري التدريب والحاجات دي كان مش هدى فيه خالص في الأول ليه بقى؟ علشان التدريب كان مشاكل كبير تلاقي الناس أي حد يبطل كورة ولا كان همرهم فقصة كانت مش حاسة أن هي كانت منظمة قوي في قدها ممكن دلوقتي فكرة الشهادات أو فكرة أن حد ياخد دراسة مختلفة انتشرت شوية بس في الوقت دي ما كانش كده فقلت لا أنا حامل حاجة محدش عاملها ففعلاً وقتها لو فاكر وقتها كان إن حد يخش الحية الإدارية ويدرس وياخد ديبلومة أو ماسترس حتى دي أو كانت مختلفة شوية مكانتش صعبة وكانت مختلفة وصعبة طبع وانا وقتها حتى كان طموحي لأنه لما عملت القصة دي أنا مثلاً أنا بتكلم عاروة إنجليش بشكل كويس وقتها أنا عندي فرنساوي بس حاجة صغيرة قوي قلت لا أنا حادر سرنساوي وفعلاً روحت وقتها أحد المركز المتخصصة عشان أقدر سرنساوي عشان أقدم في الكاف فأنا كنت حاق الدبلومة وبعد كده أكمل في الماسترس بعد كده فيفا ماستر بعد كده أرجع أشتغل في الكاف وهخش لكاف والفيفا والطريدة خلص الدبلومة نادي الأهلي كان شامل عمر يؤتاك في مجلس الإدارة كلمني أنا أكون موجود في نادي الأهلي ناقي مدير التسويق فبشكل كبير قلت لا خلص ممكن تكون دي خطوة أحسن لليا والنيادي كنت خطت دبلومة خلص أه كنت خلصتها قبل فكرة الماسترس وأن أنا أطلع على الطريق ده خلص لقفلت طريق خلص لفترة كده ما أقطى وقتها بعد كده جئت الأهلي جئت الأهلي كانت سنة كان مارس 2015 بعد كده قعدت تسعة شهور في النيد الأهلي كنائب لا يا مدير التسويق مدير التسويق تسويق فقط تسويق بس تسويق بس عشان بس الناس لازم تبقى فاهم أنه هناك فارق ما بين مدير التسويق ومدير التعقدات في الوقت ده يعني بالزبط كان ماركتين كلها حاجات رعاية وبس فضائيه الكلام ده وقتها كنت بشكل كبير الحمد لله سهمت في العقد الرعاية اللي هو كانت شركة صلة خدته وقتها كانت تأتيم اليوم جنيه مصري وكننا عملنا الكراس الشروط وعملنا العقد وقفلنا الديل وعملنا كل حاجة وصلنا الرقم كان وماز في وقتها في السوق المصري شهر 11-2015 لقيت الأمور اللي بالنسبالي في النادي كانت شايف أن أنا كنا عندي فرصة أحسن بره فشكة صلة رحت هناك قعد ثلاث سنين كانت الأمور برضه كنت أنا الماسك الماركتينج انت كومينيكيشا مانجر يعني أنا كنت المسؤول عن التسويق وكل الكومينيكيشا مانات الأهلي كنت أنا اللي كنت أعسكه فكانت الأمور منطرفين كاني شغال جوه النادي وبرا النادي وحتى وقتها شكة صلة كان لما سأزنوا كان المجلس النادي القليل وقتها أقول لهم إحنا ناخد أمير يعني أي ساعدنا أنه يكون حالة الوسط أوفوا ستكو بالزبط فالقصة كانت تبقى أسهل يعني ودل خاصة الفعل نعملنا عقد رعاية محترم جدا مع النادي الأهل يوتها وكانت أمور كويسة جدا بعد كده بالزبط يوم 5-7-2018 رجعت من صلة النادي الأهلي كان مدير تسويق بقى مدير تسويق فقط برده كله كوميرشل كله كوميرشل تسويق فقط يعني برد كورة خالص وقتها لما جيت في النادي اشتغلنا في حصل فكرة وقتها حصل شوية حاجات في عود الرعاية والبس الفضائي واللبس وكده فاشتغلنا في الحاجات دي كلها وكان دكتور سعدة شلبي طبعا هو من الزبط أسنى يكون موجود في النادي الأهلي في وقتها وراجل لما قعد معايا كان مدير التسويق هو كان مستشار التسويق ومازال طبعا هو مدير التنفيذي للنادي الأهلي دلوقتي كان خطيب برده وكان عايز يعمل كوادر جيدا للنادي فكان شاف ان انا من ضمن الكوادر دي لممكن يكون ليها دور في حد التسويق وقتها بس فجيت اشتغلنا برضو وقتها في عقد الرعاية الجديد كان مع شاكة البرزنتيشن في البس الفضائي مع أمره في اللبس فبعد كده بقى في شهر 12 الكابتن خطيب كلفني بالتعقدات وقتها 12؟ شهر 12 يوم 16-12 16-12 2018 كانت دي البداية تكليف أمير مدير التسويق والتعقدات بالضبط التعقدات بجانب التسويق الهو الماركتينج مش تسويق اللعيبة وكله فاكر ايه من المدير التسويق ده هو اللي بيساوى اللعيبة هو اللي بيساوى اللعيبة لكن كان دايما لازم نطلع نقول جماعة هناك فارغ ما بين مدير التسويق ومدير التعقد دلوقتي بقى المركزين بقوا واحدة مدير التسويق والتعاقدات بس وقتها بقى خلاص بقيت المدير التسويق والتعاقدات في الناد الأهلي والأمور بقى كملت لغاية